أهلاً وسهلاً بالجمهور الكريم في الحلقة الماضية أكملنا الحديث عن طرص صنعاء وقلنا دون شك أنه أقدم مخطوط للقرآن على الإطلاق ثم تحدثنا عن مصحف بريزينو بيتروبوليتانوس وهو ثاني أقدم مصحف في العالم وتحدثنا عن أجزائه وعن خلفيته التاريخية بمعنى خروجه من جامع عمرو بل العاص بالفستات وذلك أثناء الحملة الفرنسية على مصر فكل من الفرنسيين المستشرق جون جوزيف مارسيل وجون لويس أسلان شيرفيل أخرج أهم جزئي مارسيل 18 وأرب 328 ألف قلنا أنه يتكون من 98 رقع من أصل 210 إلى 220 رقع وهو بالخط المائل أي الخط الحجازي وخالي من التنقيط والتشكيل والتهميز وألف المد في كلمة قالو وهو بحسب الدكتور فرنسوا ديروش نقلا عن الأستاذ ياسين ديتون بقراءة ابن عامر المتوفى سنة 118 هجرية هذا المصحف هو أقدم مصحف يخضع لرسم ما يسمى بالرسم العثماني أي أنه من فترة توحيد المصاحف خلافا لترس الصنعاء الذي رأيناه فنلاحظ عملية تضبيط هذا الرسم بوضوح في بعض الرقع وأهمها ما جاء في الرقعة 10 فالرقعة العاشرة من هذه المخطوطة وبالضبط في صورة النساء الآية 12 عند كلمة كلالة وهي أي كلمة كلالة بدون التعريف فهذه الكلمة رغم أنها كلمة محورية في الآية من آيات الإرت إلا أن علماء تفسير القرآن اختلفوا اختلافا كبيرا فيما معناها أولا بحسب اللغة من جذر كلمة كلالة بمعنى أحاطة وبه سمي الإكليل وهو التاج وبهذا تشير إلى الأقرباء المحيطين كما جاء في تفسير القرطبي والقصد هو أحد الورطة من الإخوة والأخوات ولكن يشترط عدم وجود الإبن الميت أو أبوه وهناك من الفقهاء من يقول بالإخوة والأخوات من الأم فقط وهناك من يرى أن كلالة وهو الهالك نفسه أي الميت ثم وضعوا شرطا ومنها المرء الذي ليس له ابن ياريته وهناك من قال الذي ليس له أب ياريته ومنهم من قال من ليس له ابن أو أب ياريته وهو رأيه قال إن أكثر الصحابة الرسول كانوا يتبنوا وهناك كذلك من أدخل عدم وجود الأخ مع الإبن والأب ومن الفقهاء من قال بالقصد وهو المال المورود نفسه يعني الميرات لكن رأى البعض أن هذا التأويل بلا أساس ولا وجه له إذن كما نلاحظ أن كلمة كلالة ليس لها معنى تابت ومحدد وأمام هذه المعضلة فجأة ظهر حديث في العصر العباسي أخرجه مسلم في صحيحه يقول إن الصحابي عمر بن الخطاب يسأل الرسول عن معناها أي الكلالة حيث جاء فيه ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء أي أن كلمة الكلالة الموجودة في آخر سورة النساء نزلت في الصيف والتي قبلها في الآية 12 نزلت في الشتاء وبمعنى كذلك أن الكلالة في آخر سورة تفسر التي قبلها وخاصة بعد كلمة يستفتونك وهناك حديث آخر ينفي الحديث السابق وهذه المرة مع أبي رافع أن عمر بن الخطاب كان مستندا إلى ابن عباس لاحظوا ذكر ابن عباس والحديث كتبه في العصر العباسي وعنده أي ابن عباس ابن عمر وسعيد بن زيد فقال أي عمر بن الخطاب اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا الآن من نصدق الحديث الأول أم الحديث الثاني وفي حديث تالت وهذه المرة مع الخليفة أبي بكر نجد أنه غير متأكد من معناها حيث قال أقول برأيي فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريآني منه فالمفسر ابن عاشور احتار أمام هذه الكلمة وتضارب حولها فلخص الإشكالية بقوله وقد عد الصحابة معنى الكلالة هنا من مشكل القرآن الآن نعود لمصحفنا بريزنو بيتروبوليتانوس في الرقعة العاشرة به من المخطوطة أرب 328 ألف نجد الكلمة كلالة كانت في الأصل كافلامها فمصحت وكتب فوقها كافلاملامها ومصحت ضمير لها في الآية وكتب فوقها لامها يعني له وقد لاحظ هذا التغيير الدكتور فرانسوى ديروش وأشار إليه في كتابه وعلم عليها بإشارة دل على التغيير دون أن يتحدث عن الموضوع ما لاحظه الدكتور باورز هو تغيير الكلمة بخط يرجع للعصر العباسي تذكره فيستنتج أن الشخص الذي غير الكلمة جاء بعد قرنين من الناسخ الأصلي وهذا ما لاحظناه في ظهور الأحاديث لعمر بن الخطاب وأبو بكر في العصر العباسي لاحظ الدكتور باورز كذلك أن الرقع عشرين التي تحمل كلمة الكلالة بالتعريف في آخر صورة النساء فيها ازدحان في الأسطر بدلاً من خمسة عشرين سطران في المعدل نجد هذه الرقع فيها أو هذه الرقعة فيها سبعة عشرين سطران مما يستنتج أي دكتور ديفيد أن الآية الأخيرة أضيفت فيما بعد في آخر الصورة لإضفاء شرعية على لفظ كلالة يعني الأولى وخاصة بوجود رقعة مقطوعة بين الرقعة التسعتاش والرقعة عشرين ولا يظهر منها سوى الحاشية وهي تنتمي إلى الكراسة رقم ثلاثة وكل الكراسات على العموم تحتوي على تمن رقع بمعنى أربع صفائح تسمى بفوليو والسؤال المطروح هل ما توصل إليه الدكتور ديفيد باورز مقبول من الناحية النظرية؟ للإجابة على هذا السؤال انتظرونا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة